وبالولايات المتحدة الأمريكية طلبت الحكومة الأمريكية من شركة بايت دانس ومقرها الصين بيع أسهمها في تطبيق تيك توك الواسع لإنتشار أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة وفق ما ذكرت صحيفة وولد ستريت جورنل أمس ويتخذ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة موقفا حازما حيال التطبيق مخافة إساءة استخدام بيانات المستخدمين من قبل المسؤولين الصينيين ورحب البيت الأبيض الأسبوع الماضي بمشروع قانون يسمح لرئيس جو بايدن بحظر تيك توك وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيانا